اهلا بيكو مرة تانية لما بنتكلم ان الدكاترة في مصر ممكن يكون كان في فترات سابقة مش واخدين حقهم كامل مش واخدين مرتبات ممكن تكون كافية ميزانية الصحة ممكن يكون كانت في فترات سابقة مش قد كده لما بنقول ان الناس كانت بتتعامل مع الدكتور في وقت زمان يقولك كانت تلاتة عين تقريبا عيادة وعربية وعروصة عشان يبقى الشخص ليه منصب اجتماعي كده اللي هو الدكتور تلاتة عين عيادة وعربية وعروصة وعمارة اربعة اربعة عين بعد شوية حلل دكاترة بقى يقل ومصر اصبحت طاردة للدكاترة بحكم الوضع في المستشفيات ومش هنقدر ننكر ده في عمليه التطوير بتحصل اه عمليه التطوير بتحصل عشان كانت المنظومة الصحية في مصر متدهورة في مبادرات رئاسية في مليون صحة في فيروسي في تفاصيل كتيرة جدا بتحصل لتطوير المنظومة دي فيه كمان شغل في الدراسة الجامعية فيه بقى دلوقتي اعتراف من قبل الشعب ودي حاجة مهمة جدا جدا ان احنا بقينا حاسين دلوقتي ان الدكاترة ليهم حق علينا على الأل دعم معنوي من الجانب الآخر فيه قرارات اتخذها الرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بشأن الأطباء والمكافآت الاستثنائية للعاملين في القطاع الصحي وتحديدا في مستشفيات العزل تفاصيل كتير جدا لكن النهار ده كمان كان فيه قرار جديد يمكن من حلقات الأضعف في المنظومة الصحية إلى جانب كتير من الحلقات الضعيفة بس فيه حلقة ده كترة اللي في الامتياز اللي كانوا بيشتكوا احنا بنتعلمش بيشتكوا احنا فلوسنا قليلة وصاد اللي احنا بنعمله ده الدكتور المناوب بيجي بيشتغل من مكتبه واحنا اللي بنعمل كل الشغل تفاصيل كتيرة جدا حضراتكم اكيد عارفينها وكانت بتحصل من أطبة الامتياز والشكوى وانه هما في مثلا 2009 كانوا بياخدوا 200 جنيه وبعدين نزاد لهم الكادر بتاع الأطبة بقى وياخدوا معرفش 200 و30 جنيه تفاصيل كتيرة جدا جدا في مرتباتهم النهاردة الناس كانت بتاخد في أطبة الامتياز في حدود من 400 ل700 جنيه على حسب المستشفى وعلى حسب انت خليك كلية ايه والمكان اللي انت شغاله واذا كنت أسنان ولا علاك طبيعي ولا طب بشري التفاصيل دي كلها اللي حضراتكم اللي شغالين في الطب حيبقوا عارفينها النهاردة طلع قرار من وزارة المالية بعد اجتماع مجلس الوزراء دكتور محمد معيط وزير المالية اعلن او اعلن عن تكليف رئاسي برفع مكافئة أطباء الامتياز هو مش مرتب هي مكافئة لان طبيب الامتياز بيتعلم منفعش يتقلب ان هو بياخد مرتب لكن بياخد مكافئة طبيب الامتياز حيطرفع المكافئة بتاعته من الربعمائة وسبعمائة جنيه لألفين وامتين جنيه ألف مبروك تستحقوها بكل تأكيد كل الدكتورة اللي شغالين في هذه الفترة الزيادة دي كان في يا جماعة ربعمائة وخمسين في المية من المكافئة او الفلوس اللي بتاخدها اخر كل شهر من خزنة المستشفى اللي انت شغال فيها وده اعتباراً من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ألفين وتسعتاشر اللي اتخرجوا في ديسمبر ألفين وتسعتاشر وابتدوا الامتياز بتاعهم يناير عشرين عشرين وزير المالية أعلن كمان لو حيتم رفع قيمة المكافئة زي ما قلتها هده لألفين وامتين جنيه شهرياً لحوالي اتناشر ألف طبيب امتياز في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي المستشفيات جمعة اللي أظهر وده على مستوى كل الجمهورية هيكلف الموازنة العامة في الدولة كام؟ هيكلف تقريباً 316 مليون جنيه سنوي وإنه على الفور تم اتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافئة أطبة الامتياز بصراحة الأطبة يعني يستحقه أكتر من كده بكتير لكن يعني زي ما بيقول كده كل برغوطه على قد دمه في موازنة في الدولة تسحقه مليون جنيه في الشهر في اللي انتوا بتعملوه اليومين دول بس دي القدرة اللي احنا فيها وقدرة الحمد لله مش قليلة 450 في المية زيادة دي حاجة مش قليلة 222 جنيه لطالب الامتياز كمان بعد دكاتة الامتياز بيبقى عندهم فرصة في أوقات أخرى يعني غير زمن الكورونا اللي احنا فيه انهم بيشتغلوا في مستشفيات أخرى تدريب أو بيشتغلوا في عادات تانية فزي ما بتقال ايه نواية تسنت زير ترجمة نانسي قنقر